يعني أنت تريد تقول أي وحدة تحيط بالدين زوجها نعم مو أنا اللي أقول لا يعني قصدي بما معناها تفسير كلامك أنه في الفقه في الدين يعتبر المرأة البالغة التي تحير وبالتالي المرأة عادة تحير في عمره 12 سنة هذا معيار للمرأة البالغة أنت مو من حقك تجي تنتقد الدين وتقول أنه مو من حقك أن تزوج هذه المرأة وانت تجي تفرض وضعي وتخطئ الدين هذا مو من حقك هذه إلى مضانة وإلى أدلة بس العفو ستادي حسين هذا الكلام هو هذا التضارب عنوان الحلقة هذا الكلام ده يسوي مشاكل بالمجتمع اليوم أكو علمانيين المتدينين ما يحترموهم يقول لك والله غصبا عليك هذا الشرع يا سيدي نحن الآن ليس بصدد قامة دولة دينية يعني الحكومة العراقية الدولة العراقية الحالية هي لا تحكم باسم الدين وبالتالي نجد أنه الكثير وإن كان الدستور العراقي يعتبر أنه من مصادر التشريع القرآن الكريم لكن من نجي من الناحية العملية نجد الكثير من القوانين سنة الحكومات السابقة والحكومة الحالية قد هي تتعارض مع حكام الإسلام اليوم الكثير من الموافقات على بيع وشراء الخمر ويضعون إجازات ببيع الخمور ويستقدمون مطربين وهذه كلها تتعارض مع الدستور العراقي لأنها تخالف الدين الإسلامي تخالف الشريعة